ما أن أعلنت فرنسا الشروع في محادثات تهدف إلى بيع ثمانين مقاتلة من نوع رفالة الفرنسية إلى الإمارات حتى دقت منظمات حقوقية ومواقع دولية نقص الخطر محذرة من الآثار الكارثية لهذه الصفقة وإمكانية أن تستخدمها أبو ظبي في حروب خارج الحدود على غرار ما فعلت في اليمن وليبيا المنظمة قالت أن بيع الإمارات هذه المقاتلات يعد تشجيعا لدولة شاركت في حروب في ليبيا وقتلت مدنيين في غارات جوية وطائرات بدون طيار غير قانونية بينما كانت تزود القوات المحلقة المسيئة بالأسلحة والذخيرة ولم تكن هذه المرة الأولى التي تبيع فيها فرنسا الإمارات أسلحة وطائرات حيث تحتل المرتبة الخامسة بين عامي 2011-2020 كأكبر زبون للأسلحة في فرنسا على الرغم من مناشدات المنظمات الدولية بإيقاف تزويد أبو ظبي بالسلاح بعد أن استخدمت هذه الأسلحة في حروب أهلية في مناطق مختلفة بما في ذلك ليبيا واليمن وأثيوبيا أبعد من ذلك ما تزال فرنسا التي تسويق نفسها كواحدة من أعرق الديمقراطيات الغربية تبيع السلاح لدول تستخدمه في حروب أهلية خارج الحدود حيث ذكر موقع فرنسي أن باريس باعت قبل سنوات لمصر مقاتلة رفال استخدمتها القاهرة في استهداف مدنيين بغرب ليبيا وذلك في إطار دعمها لمشروع حفتر العسكري لحكم البلاد وهو ما يجعل شعارات الدفاع عن حقوق الإنسان وديمقراطية التي تصدرها باريس للعام الثالث واحدة من أكثر صور ازدواجية المعايير خزيا